في الحقيقة أن الموظف يحاول قدر الإمكان يوجد للعذر أن يطلع من أي بيئة طارد للعمل سواء كانت بيئة عمل حكومية أو حتى خاصة في دراسة جميلة من النرويج من قبل المعهد الوطني للطب المهني حاولوا يجدون أي ارتباط أو مقارنة بين التأثير السلبي للتدخين السلبي وعوامل البيئة الطارية أو البيئة العدائية في مكان العمل على الموظفين وتخيلوا هاي الدراسة استمرت خمس سنوات وأكثر ثلاثة عوامل شافوا أنها لها نفس التأثير السلبي للتدخين السلبي هي التالي بداية عدم الشعور بالاستقرار في مكان العمل أن الواحد يخاف في أي لحظة يقولوله من باتر ما نباك في مكان العمل